ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مساء الخير شهادات لتابعنا اللحظة أنصت إليها جلالة الملك محمد السادس أثناء تقديم تقرير لجنة النموذج التنموي الأسبوع اللي فات شهادات كان مباشرة صريحة وهي السرحة اللي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس فاش أحدث لجنة دي النموذج التنموي جلالته طالبة بالحقيقة حتى لو كانت قاسية ومؤلمة حقيقة قالت والمغرب اللي بغينا مضامنه أو التصور العام دي المغرب اللي بغينا قدموا التقرير العام دي اللجنة النموذج التنموي اليوم سنفصله في المحاور اللي عندها أولوية كبرى وعندها تأثير أكبر في حياتنا اليومية الصحة والتعليم والتشغيل والإدارة لكن قبل من أي ورش قبل من البناء العنصر البشري هو الأول وهنا تقرير أكد على نقطة أساسية كيفاش نسترجع الثقة لتهرسات الثقة في المؤسسات الثقة في إمكانية البلاد الثقة في قدرات الشباب والثقة في المسؤولين لتفقدات والثقة في مغربنا برصيده بهويته بإمكانيته إلى توظفات بشكل صحيح عادل شفاف والتربطات المسؤولية بالمحاسبة يرافقنا الليلة الأستاذ محمد فكرت من بير 35 عضو في لجنة النموذج التنموي أهلا بكم سي محمد فكرت شكرا مبارك الله شكرا على الاستضافة وتحية طيبة مرحبا بكم يرافقنا أيضا الأستاذ الجامعية الباحث في علم السوسيولوجيا عبدالفتاح الزين مرحبا بك مرحبا شكرا على الدعوة أهلا بك مرحبا بك نبدأ معك سي فكرات يعني عشتوا تجربة خاصة سنة من الجوالات مشيتوا للمدن القرى وصلتوا للقرى النائية جدا جبال وطع وانت كتسترجع الشريطة دي العام من الجوالات تبغينك تلخصه في الجملة ومشهد بقى بين عينيك بالنسبة للمشهد يمكن لخصه في دمعة وابتسامة دي الواحد طالبة مغربية في مؤسسة عمومية بلا ما نذكرش للمكان فاشفناها دمعة الوعي بتحديات اللي كانت نتاظرنا لأن الطلبات كثيرة والعالم فيه تحولات كبيرة جدا وابتسامة ابتسامة الأمل كانت ابتسامة الأمل في البلد دينا في جلالة الملك وابتسامة اللي كان نظن يمكن سهمنا فيها بالطريقة ولا المنهاج اللي تبعناه اللي كان كي يعتمد على الدهاب عند المواطنات والمواطنين والإنصاط لانتظارات ديرهم يمكن ما كانش أحسن من الموال الخاص هو خصنا ننجحه في المغرب اللي بغينا خصنا ننجحه في المغرب اللي بغينا وباش ننجحه في هذا المغرب اللي بغينا غت نتافق معك غتتافق معي أستاذ عبد الفتاح حزين أنه قبل ما نستطمروا في أي مشروع خصنا رجعوا الثقة استمعناك يقولك إن عندي الثقة في الله وفي الماليك نسترجعوا الثقة ونسترجعوا قيم المواطنة اللي هي الساس في الحقيقة كلمة نسترجعوا شوية يعني قسحة يعني في حقها هي الثقاء من اللي كتبنا كتبنا بين جوش الأطراف نقوله أنه الإنسان بحالي كان نقول دائماً وشخصياً وكان نكررها دائماً أنني كمغربي صحيح أنني مختارش نزاد في المغرب مختارش نكون ولد مختارش شباء مختارش المنطقة فينا ستزاد ولكن من اللي كبرت في المغرب بالرغم من الحياة اللي عاشت في المغرب يعني كنعتقد أنني مغربي ماشي لي أنه كان الدولة المغربية ولكن السلطة ولكن شيء ما صالح اخترت أن أكون مغربي هنا والآن كما أقول دائماً لطلبتي عن سبق إصرار وطر الصوت وبالتالي ما مستعدش نكون إلا مغربي وبطبيعة الحال مغربي فخور بالتعددية دياله وكان دفع لها بدون استثناء ماشي لأنني حقا مثلاً يقال على أنني ماشي عربي ما كان حملش اليهود ولا ما كان حملش الشلوح بالعكس كان مغربي قبل من هذا الشيء كان الآن مغربي وأجد أن يقو清 Ruby ويمكنني أن نقش مع أي مكون مكون ما سيكون تعالف entity أنا كمغربي ويقعلف기 عن شرر أخرى لأن هذه المكونات م Pastできない ما هي ص utter tutorial شواله Every cloud ولا لدينا كل اللهم لا تحتاج وحد هدر حق تصرف فيها وبعده لا الإسلاميين يصرفوا في الإسلام ولا ليهود يصرفوا في اليهودية وبعدهم وللأمازيغ يصرفوا في الأمازيغية ولا سحراوي يصرفون trifat بإننا مجتمع produit وهذا اختلاط به الموين وهذه القضية نصنع لها في الدباجة ديال الدستور ليس هناك دستور في إفريقيا أو اللفعتة في العالم في هذه القضية الاعتراف بهذه التعددية باعتبر أنه يمكن أن تكون مغربي يجب أن تكون كل شيء في نفس اللوقت وهذا ربما لنقرب المثال المغاربة بحال الطاجين الطاجين المغربي وخاطق أن تأكل أي طاجين الطاجين المغربي معروف ما يمكن وخبت غمض العيني لذوقات المغربية تعرفوه توصلنا بمجموعة من الشهادات من مختلف المناطق. لاحظنا الأسئلة مشات بنيسبة كبيرة افتجاه تعليم الصحة. نشاهدوا هذه الشهادات فما جاء به النموذج التنموي في ميخوص خطاع التعليم هو نموذج جيد طموح ويستجيب لمتطلبات المغرب الجديد إلا أن هناك مجموعة من العوامين التي ستوقف حاجز أمانهم في دارة المشروع الضخمة. ما هي الآليات والميكانيزمات التي سيتم اعتمادها في تنزيل ما جاء في النموذج التنموي الجديد من توصيات واقتراحات خاصة في المجال التعليمي التعلمي. ولذلك وجد من الجانب المنظومة التعليمية تغيير أو لا إصلاح المؤسسة التعليمية العمومية من أجل أنها تواكب مشروع أو لا سوق الشغل في مجالته المتعددة. ويجبنا نفروا الإمكانيات بيش نديروا كما قالت لجنة المصفى جامعي في كل جهة من جهة المملكة. غياب مستشفى جامعي لأقرب مستشفى الرشيدية تقريبا 300 كيلومتر. غياب مستشفى أونكولوجي بالجهة. غياب النظافة. طوابير المرضى في المستعجالات. كيتأخر إسعار ديارهم بالساعات. غياب أطباء في مستوصفات العالم القاروي. كيف يمكن تحقيق رهان التنمية ببلادنا إن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لنهوض بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. مدى أنه ليس هناك تنمية بدون تعليم ديمقراطي. قبل من فصلوا في هذه الانشغالات وهذه الانتظارات. نتوقف عند أهم اقتراحات اللجنة دي النموذج تنموي في الصحة والتعليم بالأرقى. لجنة مثلا تقترح أنه 90% من ولداتنا وابناتنا يحصلوا على شهادة التعليم الأساسي. 75% يتعلموا ويتقنوا الحساب العلوم والقراءة. في الصحة مثلا لجنة تقترح أنه من هنا ربع سنين العلاجات الأساسية تولي لكل مغاربة دون استيبناء. وترفع من عدد الأطباء باش يولي اقترح من الربعات الأطباء لكل ألف نسمة. مع 30% من النفقات العلاجية لتحملها الأسر. سنرجعوا عن هذه المقترحات مع الضيف دي الناصي محمد في كرات. نقطة أساسية وردت شهادات وانشغالات للتابعة معنا. دمقرطة التعليم. نبغينا مستشفى جامعي. نبغينا الفوارق ما بين المدن والجهات ما تبقاش. السؤال اللي يتطرح هو أنه تعطيت مجموعة من تقارير حول التعليم مثلا. ولكن تقارير اللي الدفنات فيه ما بعد. شنو اللي عندنا اليوم كضمانة أنه هذا الشي اللي اقترحت اللجنة أنه يتطبق. شكرا للسؤال. أولا سأريد أن نذكر بطريقة أو المنهاج اللي تبعته اللجنة. ونذكر كذلك بالخاصية ديالها. الخاصية ديالها أنها كانت بعد مبادرة ملكية. وداخل اللجنة عنا 35 مغربية ومغربي اللي يأتي من عدة أطياف. عندهم عدة اختصاصات. اللي يشتغلون غير ما في المغرب ولا خارج المملكة. وكلهم معترف لهم في الميادين. فاش كيشتغلوا بالكفاءة ديالهم وبالعمل ديالهم. ولكن هذا ما ما دفعناش كالجنة. باش نبقاهم من غالقين على نفسنا. منذ الاجتماع الأول تحت الرئاسة ديالسي شاكيب بن موسى. خدينا الاختيار باش العمل ديالنا يكون تشاركي. وتكون يكون فيه هناك دكاء وللتوظيف الذكاء الجماعي. ونوضعه في المركز المواطنة والمواطن. وهذا الاختيار هو اللي اتبقناه منذ البداية. بفضل الزيارات واللقاءات اللي قمنا بها. بجانب هذا حاولنا باش نعطرفه بكل مكتسبات اللي كانوا ما نطلقناش من الصفر. لأن الحمد لله البلدين أنا دارت مصارف وعدة أمور كان هناك مكتسبات. كان تقارير كل تقارير ما مشيناش قلبنا عليهم في المقابر. كانوا موجودين. واخدناهم وقمنا بالدراسة ديالهم. تقاريرك تكون ولكن تنفيذ ديالها لأنه. أنا فاش غادي نبيل لك فين كيناس متعلمة بالإشكالة اللي وصلنا لها. ولكن قبل ما نتكلم عليها كان المنهاج ديال العمل. شو المنهاج ديال العمل اللي درنا. في كل ملف ملف كان فتحوه اللي كان فتحوه بصرامة فكرية وأمانة فكرية. كان بدأوا من الحالة الراهنة. كان حاولوا باش نتعرفوا عليها بشكل دقيق بالأرقام. وقفتوا عند الفوارق في التعليم يعني أره تعليف كذا. ما شي هو فتحوه. كان الفوارق. كان هذه الأمور كلها شفناها وشفناها بالأرقام مرقامة. من بعد كان مروا المرحلة التانية كان قموا بتشخيص ديال كل ملف ملف. علاش عندنا هذ المرحلة اللي كان عيشوه. من بعد كان مروا الطموح. فين بغينا نمشيه. وشو نخص نديره. ومن بعد كان وصلوا للتوجهات الاستراتيجية. وفي بعض الملفات كان حسوه بأنك هناك حاجة للذهاب أكتر لمعرفة القابلية ديال الأفكار اللي كان نضعها للتوجهات الاستراتيجية. مثلا لأخذنا التعليم. التعليم اللي كنتشوف في السيدة التقارير اللي كينا. والإنصاط اللي قمنا به. لا مع المؤسسات الحزبية ولا مع كذلك جميع الفعاليات. عندهم تقريبا انتفاق على المكامل المرض ولا مكامل الضعف اللي كينا. ولكن في نفس الوقت رأيكين عنا مكامل ديال القوة اللي قصنا نبنيو عليها. نهاية الأسبوع كان الأولمبياد الإفريقي في مدات الرياضيات. تبارك الله بنيتا آية حصلت على الجائزة الأولى إفريقيا في الأولمبياد. ملكة إفريقيا في الرياضيات. كان هناك حتى في نهاية الأسبوع تصنيف وضعها أربع أو خمس جامعات مغربية. ضمن لائحة أفضل خمسمائة جامعة دوليا في مدات الفيزياء. السؤال هنا سي فكرت كيفاش ممكن نستطمر هذا الرصيد؟ يعني وشنو التصور ديال اللجنة للتعليم العمومي؟ نعم. أولا أريد أن نبينوا واحد الأمر والذي نوضحه. الأغلبية ديال العضوات والأعضاء ديال اللجنة هم منتوج تعليم العمومي. لا الشبان ولا الكهول فيهم. وكان عندما بين الأعضاء ديال اللجنة. لا أتكلم عن الإسم دياله. عميد ديال الكلية في كوريا الجانوبية. وهو منتوج ديال الجامعة العمومية المغربية. في التحليل اللي قمنا به حاولنا نشوف العناصر اللي كتكون التعليم. كين أولا المدرس. كين طالب أو التلميذ. كين المنظومة البيداغوجية. كين طريقة ديال تسير ديال التعليم. مني كان أخذ المدرس هو كان ضن ما بين الدعامات الكبرى. كيخص يكون عنده تكوين قوي. وتكوين ماشي فقط في الكفاءات. يكون حتى تكوين في مجالات أخرى. وننمي أكثر الحب ديال الوطن والقيام. اللي اقترنا عليها بشكل كتير. وبالنسبة للتلميذ أو الطالب. كنخص نوضعوها في المركز. أي منظومة ديال التعليم كيخص تبتدي وتنتهي إلى التلميذ والطالب. والأساليب الطربويات هي كيخصة جدد. تكون ملائمة. نحن في عصر اللي فيه متغيرات سريعة الوطيرة. واللي كتطلب تتبع ووحد ليقضى ووحد الملائمة دائمة. وتسير ديال التعليم بنفسه كيخصو يخضع الضوابط ديال الحكامة. كنظن إذا مشينا في هذا الاتجاه يمكن نجحوه. لأنه وخاكك ركينا عندنا نجاحات واضحة بحالة ذي اللي ذكرتي. وكي نجاحات أخرى. هذه النجاحات ومعناه أستاذ جامعي في البلاتو. هذه النجاحات ممكنة. نجاح اليوم المدرسة العمومية. إعادة الاعتبار المدرسة العمومية. ممكن من أجل هذا النجاح لك يتكلم عليه سي فكراته ونصاته عليها اللجنة المدرسة العمومية؟ أهو عموما. المدرسة العمومية العيب ليس فيها فقط. فيها عيوب ولكن ليس بوحدة. المدرسة العمومية أقولها بكل صراحة أن المغرباء وخاصة المسؤولين يجعلوها بوحدة. لم يحاولوا يشجعوها. لم يحاولوا يتقوا فيها. لا يقروا فيها أولادهم. ولا يستمروا فيها. وهذا مشكل كبير. لأنه كل شيء يبقى ليبقى على المدرسة. لا يمكنك المدرسة أو الأسرة أو القدوة. نعطيك المثال بسيطة. اليوم ربما لا أعرف ما هي الإحصائيات. ولكن أكد أقول أنها ضعيفة. لذلك طبقة المافوق المتوسطة أنهم تتواجدوا في التعليم العمومي. إصعب. يعني لقوا إحصائيات مضبوطة. فبالتالي المدرسة كتبنا فيها التقاء بشرط أنه خصي تبنى الحوض التربوي كامل. ما الذي نقول الحوض التربوي وتنشتغل في هذه القضايا وتنهتم بها. أولا ما هي الاستثمارات أو العلاقة التي تديرها وزارة شيء بباور رياضة مع وزارة التعليم فيما يتعلق بتدبير الوقت الحر. ريان. يعني أشتبق لي في مواكبة ديال التقرير اللجنة التي كانت تشتغل. درنا درت واحد التقرير على البحث والاشتغال في مجال ما أسميه بالوقت الحر. الوقت الحر عندنا في المغرب ما كانش. ما كانش اشتغال عليه. ما هي هو الرياضة التي هي كرة القدم. اليوم مثال بسيط. في المدرسة. واش كان قرأوا التربية البدنية. بدنية أو تدير الرياضة؟. التربية البدنية لديها علاقة باش؟. لديها علاقة بالصحة. كذلك النهار وما طالت يقولون لنا ديرها موقايا خير من قنطار علاج. العقل والسليم في الجسم السليم. وزارة الصحة ما كتواكب لا رياضة لا تعليم داخل الرياضة. هده مشاكل. نحن من اللي كنا نقرأوا في المدرسة العموين كانت تذكر. الصحة المدرسية كانت تجير المدرسة. كانت تذكر في الحصاصة الرياضة. كانوا يعلمون كيف نهزوا الحواجي لطاحو. كيف نقلسوا باقي العقل كانوا يكتفني الأستاذ مع الكورسي باش نكتب مقاد. ما كان نكتبش عوج. هذه مسائل مع الأسف بسيطة وسهلة. وخصنا نفكره فيها. لدينا إمكانيات. لدينا الأدوات المدرسة ما خيباش. ما معنية خدامة. بدليل بدليل أنه كل كفاءات. أعطينا الأستاذ مشكور. المثال العامي ديال كوريا اللي أقرأ في المدرسة المغربية. نعطيك واحد عداد ديال أمثلة ديال المغربة اللي أقرأ في المدرسة العمومية. غيك يخرجوا من هنا. يعني كيدفعوه وكيبانوه. علاش. لأنه المنتوج ديال هاد المدرسة. كينسوق ديال التنفسية اللي فيها كفاءة. يعني وهنا تخصنا نقشو هاد المسائل هدي. بنوع يعني أذك يعني بواحد المنظر يعني بحل اللي تقولوا المغربة لالوب. شوفوا دا كشي باش يباننا كبير. باش نقدروا نقلبوا في بعض الجواني وبعض الحيتيات. فالمدرسة العمومية في المغرب. أنا أقولها بكل صراحة في المك أخر شي تقرأ ديال اليونيسكو. وتيك لا سينا التحت. ما كان قابلش وكيكون دايما نرافض. درج أنه واحد المرة كان تقرر من اللي كانوا تقولوا بأن المغرب نامير. وبدأوا تقررنا بماليزيا كونجيلو. اللي بديت كان نقرأ شنا هي ماليزيا. كنت نفضل نعيش مغربي بالطريقة المغربية. وما نقدرش نعيش عشرة دقيقة كماليزيا في ماليزيا. غير رجعوا لنقطة أخرى وهو الشق المتعلق بالصحة. ربما من حسنات العمل ديال لجنة نموذج تنموي. أنه اشتغلت في زمن وفترة امتحان كوفيد. هذا الامتحان خلنا نوقف عن حقيقة أخرى. إذا قلنا بغينا مدرسة عمومية قوية بغينا مستشفى عمومي وكانت الحاجة ضرورية للمستشفى العمومي. شنو أضاف امتحان كوفيد لعمل ديال اللجنة؟ أولا امتحان ديال كوفيد كان مفيد جدا ونافع. علاش؟ مش فقط بين الأهمية ديال الصحة بالنسبة للمجتمع. ولكن بين شيء آخر اللي ما خصوش نتنسوه هي أن المنظومة الصحية ديالنا من كيكون عندها الإمكانيات ومن كيكون تسير ديالها بطريقة محكمة يمكن أن نبهروا نفسنا ونبهروا العالم. أنتم ما كتشوفوا الحمد لله النتائج اللي كنعيشوها في تدبير ديال الأزمة بفضل الرياضة ديال صاحب الجلالة. ولكن كذلك الكفاءات الموجودة داخل المنظومة الصحة والناس محلية والسادة غالنا نعطيك فقط واحد تصوير اللي يمكن أن نطبقه. وليس فقط على الصحة نطبقه كذلك على التعليم. نحن قريبا بحل لدينا أوركسترا. أوركسترا فيها الآلات الموسيقية كينا نبني الدينة. عنا ناس اللي يعرفوا يشتغلوا على هذه الآلات الموسيقية وعندهم كفاءة. لقبط كل واحد لكي يشتغل في واحد الآلات خاصة. ستجدها إبهارك يكون يشتغل بشكل قوي. ولكن اللي نقصنا هو نوع ديال التناهم والعمل وواحد ريادة. إذا كان لدينا رئيس ديال الأوركسترا صحيح في كل ميدان ميدان. وعنده سنفونيا مكتوبة بشكل محكم. سيخرج لنا واحد سنفونيا. يجب أن يعرف يا عزيف. عنده الكفاءة وراء كين. كين عنا. ولكن يجب أن تكون إرادة. ومن كتكون إرادة قوية تقولون. رئيس الأوركسترا وتكتب له سانفونية صحيحة سيكون الناس مجهدين. وهذا ما يوقع لنا لا في التعليم و لا في الصحة و لا في ميادين أخرى. الصحة مثلا. من كان هناك التعبئة دير الجامع وكان هناك أموال للجمعات. والجمعات بشكل وقوي. حسنا بحتى التضامن ما بين المغاربة. كي وصلتوا لإعانة دياله. وصلتوا 800 درهم. كي يعودها لنا واحد المسؤول دير البنك. والقاء باقي يتسنى. كي أقول له تديرها 100 درهم. فهذا كلفون. هذه صورة قوية جدا. كتبين لك بين المغاربة. وخا ما يكونش في حاله. سيساهم وشارك. وعندما تخلق لي الإطار. في المحن يبين المعدن ديالنا طيب. والمعدن الأصيل ديال المغاربة. ديال التضامن و ديال الاقتسام. أستاذ فكرات أستاذ زين للمحور الثاني. في هذا الخاص. هذا المحور اللي سنخصوه حاليا. للانتدارات. قبل من انتدارات المغاربة. سنمشي المحور ديال الاقتصاد والتشغيل. وهنا اللجنة تقترح مجموعة من الأفكار والتصورات. لكن بصراحة واحد المعطاة السوق فني شخصيا. قبل أن نوقف عند هذه المقترحات. هو 15% من الشباب. لا طالب. لا مستخدم. ولا متدرب. طبعا سنوقف عند هذا الرقم. مع الضيفين ديالنا. من بين مقترحات اللجنة. أنه الناتج داخلي الخام. للفرد. يصبح 16 ألف دولار سنويا. ما يعادل. ما بين 12 حتى 13 مليون سنطيم. يصبح الدخل المغربي في العام. القطاع الخاص. وهذا ثاني من مقترحات اللجنة. القطاع الخاص يولي شريك في الاستثمار. بنسبة 65%. والاقتصاد الاجتماعي. أو الاقتصاد التضامني. يساهم بـ 8% من القيمة المضافة. مقترح آخر من مقترحات لجنة نموذج تنموي. هو تأزيز صناعة المغربية. بمعنى أنه نعز بصمة صنعة في المغرب. ومقترح آخر. هو إحداث نحو 3000 مقاولة ناشئة في العام الواحد. طبعا هذه مقترحات ديال اللجنة ديال نموذج التنموي. وقبل أن نفصله في هذا المحور. نتابع بعض انتظارات المغربية في هذا الباب. نعرف كيف نموذج التنموي الجديد في هذه الخدمة القطاع غير مهيكل. ونعرف كيف المشروع التنموي الجديد سيعتمد بشكل كبير على ناتج الداخل الخارج. سيعتمد بشكل كبير على نموذج التنموي الجديد. ونعرف كيف يساعد المواطنين المغاربة اقتصاديا. خصوصا بالنسبة للبطالة. واشهد الشيء يزيد ولا ينقص. عرفت مجموعة من العراقل خاصة من الإدارة الوصية على الاستثمار. ولهذا نتمنى على أن هذا التقرير يتطبق على الأرض الواقعي. لأن الحقيقة كالمستثمر كنحس بالندم بعد المرات لأننا جاينا استثمارنا في بلدنا. ما هي الإجراءات المتخذة التي جاء بها النموذج التنموي الجديد لحفظ كرامة المواطن المغربي والحد من هول الفوارق الاجتماعية؟ الحد من هول الفوارق الاجتماعية كرامة المغربي البيطة لاواش تبقى ما تبقى ما تبقى تشغيل. ندمت على استثمرت ورجعت نستثمر في البلاد. هذه من بين الأسئلة التي استمعنا إليها وغير رجعوا للضيف ديالناسي محمد فكرات هو عضو من لجنة نموذج التنموية. إذن كانت مجموعة من الأسئلة التي مشات في اتجاه ما استمعتم إليه وما رصدتمه في الجوالات ديالكم. لكن لكي نوصلوا للأهداف يجب أن نفهمه بعدها جنوطاري. هنا لجنة النموذج التنموي حدت أربعة معيقات بالحرف. لكي نكون آمنة في الوصف لذلك المعيقات. سميتها بالآتي. غياب الانتجاب. بطء تحول الهيكلي لاقتصاد. محدودية قدرات القطاع العام. ثم الشعور بضعف الحماية القضائية. وعدم القدرة على التوقع. ما فيها بس بالسطلينة هذه المعيقات في فكرة؟ شكرا سيدتي. هذه المعيقات كلها كانت ثمرة للإنصاط والتفاعل مع عدة فعاليات في المجتمع المغربي. ابتداء من الأحزاب والمنظمات المهنية والأشخاص والخبارات. وحتى الإدارات بنفسهم. من قوله بين غياب والضعف التقائية في السياسات العمومية. رهي اللي كتبينه بين هذا الأوركاستر اللي تكلمت عليه. ما يشتغلش بتناغم وانسجام بناتهم. كل واحد يكون عنده الآلة دياله. كلها يلغيب الغاء. عنده الآلة دياله يشتغل بها. ولكن يمكن ما يقومش بالإنصاط ديال الجاره. وما يكونش كيتبع وحد الخريطة ديال الطارق. لباش تكون مضبوطة. النقطة الثانية هي أن الاقتصاد ديالنا ماشي متنوع. ومن ما كيكونش متنوع. كيكون ضعيف. وره لاحظناها في عدة مناسبات. بدك شالش مثلا الكوفيد. بين بين كين هناك قطاعات. اللي كتطلب منها واحد الاهتمام أكثر. القطاعات اللي نسميها صناعات الحياة. فيها مثلا الأدوية. فيها صناعات الأدوية. صناعات جهزة طبية. وفيها كدالك الصناعات الغدائية. كان أمور اللي كتطلب منها واحد الاهتمام أقوى. والنوع أكثر. ونبنيو عليها باش نكونوا مواكبين للتطورات اللي كينا في العالم. بنيك نشوف القطاع العام. القطاع العام كان ناس اللي كيشتغلوا بكل كفاءة داخل هذك القطاع العام. وكان مؤسسات. ولكن يمكن يديروا أحسن. بميو فاكي كالجربة الفرنسية. يمكن يدير أحسن. كيفاش نديروا باش نوصلوا لها. القضية الرابعة اللي ذكرتي هي هذه الإشكال. نوع دي. ما كينش تقامي. ما يمكن ليش نمشي بحل السيد اللي دار التدخول دير. وقال لك أنا ندمت على الشيء استثمر. ندم على الشيء استثمر. ولكن رأي كل حالة حالة رأي عندها الخصوصية ديالها. عند الخصوصية. ونبقى عند نقطة من بين المقترحات اللي جات. أنهم كتكلموا على اللجنة كتكلم على تلتلاف مقاولة ناشئة. ومن يريد أن نتكلموا على مقاولة ناشئة. خصنا واحد الإدارة كتواكب هذه المقاولة. يعني هذا المستثمر اليوم. ولا هذا الشاب من يريد أن يدير مقاولة. كي يتقهر من إدارة لإدارة. خصنا إدارة اللي تغير فيها العقليات. نعم. هذه المعيقة اللي ذكرت. هي جانب من واحد معادلة. نمشي من المعيقات. نقولنا أشنا هما الإجابات اللي يمكن نجيبه. والإجابات هي نقدر الخصافة عادية للأمور. خصنا يكون عنا مغرب مظاهر باقتصاد قوي ومتنوع. وما يكونش مبني فقط على القطاع العام. خص القطاع الخاص. يكون عنده دور دياله. ونشجعه. لكي نخارط في الإنتاج. وفي خلق مناصب الشغل. ذات جودة عالية. لدينا إشكال أخر الذي ذكرت في المقدمة ديالك. هي الكفاءات. يكون لدينا مغرب ديال الكفاءات. نميوا القدرات ديال المواطنات والمواطنين منذ الصغر ديالهم. ذكرت قبيل الفئة ديال ما يسمى بينيت. كان لدينا واحد الفئة اللي هي من المؤسف. ما عندوش أي إمكانية باش ينخارط. أنا بصراحة هذا الرقم خلعنا خمستاش في المياه. ما كيمشي المدرسة. هذا فيك يمشي. هذوك الناس يكونوا ضيعين. ولا يقدروا يتوضروا يمشيوا في طرق اللي ماشي هي هذيك. لهذا خصنا نتم بهم. نصلتوا عليهم الأضواء. خصنا نرجعهم ونصالحوهم. نصالحوهم. ولكن في نصل الوقت ناخدوا بيدهم. ناخدوا بيدهم باش ينخارطوا. وكان لدينا ما يسمى بمغرب الإدماج. لأن ذكرت قبيلة تفاوتات. لدينا عدة فئات اللي يحسوا بنفسهم مهمشين. غير ما تفاوتات جغرافية. أو تفاوتات بحكم أن كما قال الأستاذ قبيلة. قال لك الناس لي ما يدوش ولدهم. للمدرسة العومية يدوها جهة أخرى. والأخير اللي يلاحظ بأن هذا يمشي. تعليم خصوصي لأنه عنده إمكانية مادية. يحس برصه. تكافوا الفرص كتولي. على ما تستفهم حولها. حتى هي رأكزنا عليها. وقلنا ما هم الآليات اللي يعاونونا. باش نعالجوا بحال هذا الإشكال. غير رجعوا المغرب اللي بغينا. والتصور اللي اعطتنا لجنة النموذج التنموي. الرقمنة. الرقمنة إدارة. وتعليم عن بعد. حتى في امتيحان كوفيد. خلانا نعرفوا أنه الرقمنة سيبازان لوكس. سيقول لا ضرورة. وهنا سيقول المحور الرقمنة. واللجنة النموذج التنموي. حتى مجموعة من المعطيات. ومجموعة من الأفكار. يلغاء 80% من الترخيص الإدارية. 80% من المغربة. يقول لي ورادين. الخدمات العمومية في السبيطر. في الجماعة. في المقاطعة. رقمنة الإدارة. من أجل المواطنين والمقاولة. صفر. منطقة بيضاء. في 2025. الانترنت الجميع المتعلمين عن بعد. ثم التكوين الرقمي. للخمسين ألف. من الكفاءات السنوية. هنا. أريد أن أريد أن أستاذ الباحث. في علم السوسيولوجيا. 80% من المغربة. يقول لي ورادين على الخدمات العمومية. في السبيطر. في المقاطعة والجماعة. في نظركم هذا المعطاة ممكن. وكيف يمكن أن نوصله له. كما نقول. أي حاجة ممكن تحقق. المستحيل لم يكن. أشمالية في المياه. حتى 100% ممكن. بشرط. هناك شيء يأتي في إطار واحد المواكبات. في واحد البرنامج. في واحد التدروج. وفي واحد العملية ديال التضامن. باعتبار أننا رحنا نغادين. وكان نترققوا. هذه المسألة. كنلاحظوها. مثال بسيط. النهار اللي قالوا للمغربة. تديروا لسنتيور ديال الطموبيل. كان يستحيل أن المغربة تفكر. أنهم كلهم الآن. كل شيء المغربة. قبل ما يقلع كيدر. هنا كنا نديرها. هنا كان مسألة. بطبيعة الحال. لابد من قضية ديال المواكبة. هدرناها قبلها على التقارير اللي كانت دارت. وما كان شيء. لأنها لم تكن شيء مواكبة. المواكبة. ما هي المواكبة؟ هي أنه يجب أن يكون تقييم دوري. نقلنا بأنه 80% مثلا. تلغى الترخص الدوري. يعني الإدارية. يجب أن يكون تقييم دوري. وبطبيعة الحال. في إطار الربط المحاسبة. بالمسؤولية. ربط كادة. هذه المسائل الكاملة. يجب أن تكون خطة الطريق. والبرنامج. واضح. مثلا. سيدك. ندخل الإدارات. يجب أن نعرف الشخص الذي قدامي. يعني نعرف ما هو. أسميته. أمباج. ويكون عندي. وحد الوسيلة. ندكر مؤسسة. مثلا. عشتها أنا شخصيا. ربما أنا. لأنني أستاذ قاري. وكان عرف. وكان فهم. وكان قدر ندافع على راسي. ونقدر واحد أقول لا. في أي مؤسسة. يجب أن يكون. وأن دفتار ديال الشكاوى. من المعاملات. من الاستقبال. وليس خاصة تكتب. لا تكمل. وهذا الدفتار. هذا. غير تكتبه. يجب أن تكون مواكبة. نعطيك مثال. لكن بعد المؤسسة. عندها دفتار. تكتب الدفتار. لا تكتب. لا تكتب. لذلك. مليون المواطن. قبل على التقام. مليون المواطن. غير أعرف. أنه. بها اللي كانت. وسط ذاك الورقة. ديال التو. وديال اللماء. في التليفون ديالو. نهار فلان فلان. يجب أن تخلص. يجب أن أعود. يقولون له. أراك وضعت. واحد شي كاية. أرا القناة لك الحل. أو لا. يرجع. ما يلقاش هذه المشكلة. هناك. وبالتالي. يجب أن تقيم. والتقييم الدوري. واللي يكون. بغرض. ليس بغرض. بغرض إيجاد الحلول. والإجابة. على واحد. أساسية. للزبون مالك. الزبون مالك. لهذه النقطة. رجع لك. سي فكرة. 8% من المغربة. يكونوا راضيين على الخدمات العمومية. قبل أن نجد النموذج التنموي. بأسابيع. صدر قانون. تبسيط المساطر الإدارية. جاء بزاف. أنا شخصيا. وقفت عنده. وكنا تابعنا في نشرات الإخبارية. كان ثورة في الإدارة. إلى حدود اليوم. ذلك. قال لنا القانون. لا يوجد إلى حدود اليوم. 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 إذن. هالقانون كين. والتطبيق ما كين. هنا. هذه التقالة. نطبقوا القانون الموجودة أصلا. ما بين الأمور اللي حسنا بها. في التفاعل مع الفعاليات المجتمع المدني. كل أطياف دياله. رقينا بين كين. بعض النقطة ديال الضعف. اللي هي. نقولها. عراضانية. أو الأساسية. النقطة الأولى. هي. ما كينش. هناك. نوع ديال الميتاق متفق عليه من الجميع. اللي يمكن له. كي يوحد الرؤية. وخاصة كي يوحد الجهود ديال الجميع. راك اللحظوها. كين عدة أوراش كتب دا. من كي يكون تغيير. في مسؤول على هذا الميدان. كتناسا ولا كنساوها. يقدر يجي شو واحد يقول لك. أنا را غادي ندير. مبادئ ديال الجودة. كي يبدأها. كيدير كتاب. كيدير اللي يبغيتي. كي يجي واحد أخر النورة. كي يقول لك لا. هذا مش مهم. مش هذا الأولوية. هذه غير صفة غير تفصيلية. ولكن بالنسبة للبلاد كله. خاصة يكون عندنا توجهات. اللي تكون مطبوعة. على الرخام. وتكون على المدى المتوسط والطويل. اللي كتلزم الجامع. يسمينها ميثاق متفق عليه من الجامع. النقطة الثانية اللي وصلنا لها. هي اللي ذكر السيزين. على إشكالية التتبع. التتبع والإشراف. أغلبية دي الناس. يحترموا المؤسسة الملكية. الملك دي الله ينصروا. وكتبانوا الرياضة دي الله. هل ينتقى في الله أو في الملك؟ الله على الوطن الملك. كي إنها هذه واضحة. هذه التقى. قلنا سنوضفها. لأن نشفنا النجاح دي الله. في عدة مشاريع المكتسبات اللي وصلنا لها. ميناء طنجة مثلا. مشاريع كبرى اللي دارت. التطورات اللي لاحظناها في الأقاليم الجنوبية. في مناطق أخرى. كلها لأنها كانت أوراش ملكية. حنا باش يكون الورش الكبير دي التنمية. يتسمى ملكي. ولكن هذا ما كيمنعش باش كل طرف من المجتمع يقوم بالشغول دي الله. هنا وصلت النقطة أخرى. هي رأى المسؤولية دينا. المسؤولية دينا جميعا. ما يمكن لك شطر بعيدك. وطريحك ضيف. وتقول الدولة ما درتش ليها هذا ما دركك. كل واحد قصو يدير يدوك. كل واحد قصو يشتغل. ويقوم بالعمل دياله بأمانة. في المكان يكون في أي مستوى. ولا أي مدان. يدير العمل دياله. نرجع لك سيفيغيرات. بعد ما تستمعون المجموعة من الشهادات وراداتنا. حول التصور ديالهم. لما بعد إصدار أو صدور. تقرير ديال لجنة النموذج التنموي. لا يمكن أن تطرح على رأسك سؤال. خاصة عندما ترى أن بلدنا لديه تاريخ طويل. مع تقارير بحال هذا. والتي كانوا فيهم تشخيص. واقتراحاتنا من نحاول. والتي لم يتطبق منها التحجير. والتوصيات النموذج التنموي الجديد التي ترى. ستنزل تنفيذ على أرض الواقع. أم سنسمع به بشكل نظري فقط. كيف يمكن أن نكون الإدارة المغربية. والأوتور الإدارة المغربية. على فهم أهمية تغيير. قصة أننا نعرف على أن هناك عدم سجام بين السياسات العلمية. وما جاء به النموذج التنموي. يجب خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد. التركيز أساسا على رقم النتي. وإدخال التكنولوجيات الحديثة للمدارس. وهنا نتحدث كذلك على الواسط القروي. وما يعرفه من تعصر على مستوى التكنولوجي. لكن بالتوازي مع هذا الارتياح. هناك تخوفات وتساؤلات حول إذا ما كانت. هناك عقليات جديدة قادرة على مسايرة هذا النموذج التنموي الجديد. وتنزيله على أرض الواقع. لأنه ببساطة المواطن فقد الثقة في جل المؤسسات. لأن العقليات القديمة لازالت تتعامل بمنطقة زبونية. اللي معروفة عند العامة بباك صاحبي. بباك صاحبي الناس ما بقاتش بغات رشوة. ما بقاتش بغات المعرفة. المغرب اللي بغينا بغينا فيه يكون العدالة الاجتماعية. هي مجموعة من الأسئلة اللي استمعتها. وشفتك متبعات في فكرات. وسيعبد الفتاح الزين. سؤال الآن. اللي كي ترحو كل مغربي الآن. شكون غادي يطبق. وشكون اللي غادي يوصلنا لهذا التصور. الزويل. لأنه المغرب اللي جاف في تقرار دي النموذج. مغرب كنا بغينه. شكل غادي يطبق على المغرب؟ كنا. كنا خصنا نطبقه كل واحد من الموقع دياله. مثلا أنا كمواطن ولا مواطنة. نحن دبا مقبيلين على الانتخابات. أول شيء خصي نقوم به. هي نقوم باختيار من يمثلني بكل أمانة وبكل مسؤولية. وهذا السيد اللي غادي تنتخب. خصو تتوى تكون عنده مسؤولية. باش يطبق الوعود دياله. ويشتغل بأمانة وبحب ديال الوطن دياله. من غادي نديرو هاد الامور. حيث أي مشكل كم مخدته. رغم ما كيكونش فيه غير جانب واحد. كين اللي كين الجانب. مثلا خديتي الرشوة. رغم ما كينش بوحدها مع القفسمة. كين الراشي والمرتشي. وكتكون كذلك تال منظومة اللي كتسهل. الوقوع ديال هذيك الرشوة. إلا كان هادك اللي كيمشي كيعطي الرشوة. كيكون مقتنع بين مخصوش يعطيها. حيث ما غاديش يبغي يطلب شي حق اللي ماشي من حقه. هادك اللي كيشده. كيعارف رع عندهم مسؤولية. وامانة في المقاعدين. وميشد هذي كرشوة. والمسؤول اللي كيشرف على هادك. ولي شده خصويت عاقب. ولي اعطاه خصويت عاقب. ولكن أصلا خصنا ما نوصلوش لهذاك المستوى. خصنا نشد الصف نصد الصف. كان شي حاجة اللي ماشي من حقه. مشيش نقلب بطرق ملتوية. باش نأخذها. نحن رجعتوا على التربية. وغرجعتوا على التربات. رهنا فش كان العنصر البشري. والرأس المال البشري. خصنا نشتغلوا عليه. ونشتغلوا على نفسنا. ماشي الرميل المسؤولية له. ونقول ره ماشي أنا. رهنا فش كان عنا الإشكال. إن الله لا يغيروا ما بقومين. حتى يغيروا ما بأنفسهم. خصنا نبدو بنفسنا. والمغرب اللي بغينا. ما يمكنش يمشي برجل وحدة. الرجل إلى جانب المرأة. جنبا إلى جنب. بنفس الحقوق. وبنفس الواجبات. ما تصوره رجال ونساء. لجنة دي النموذج التنموي. هو كالآتي. 45% من النساء نشيطات. 35% من النساء في المناصب العليا. 0 زواج قصيرات. 0 فتاة قل من 15 عام تشتغل. والصفر فتاة قل من 15 عام خارج المدرسة. سؤال لسي عبد الفتاح الزين. المغرب عنده نصور رجال. بعيدا عندك تصور دي القادية نسائية. تعصب النساء. لا يمكن أن نبني هذا المغرب إلى مكان المرأة. إلى جانب الرجل. لا ندفع على المرأة حتى المرأة. ولكن إلى جانب الرجل المرأة. من أجل بناء هذا المغرب. الذي يريد أن يكون كامل. المطروح هو أن المواطنة تقوم على شيئين. تقف على جوجة الحويج. الحقوق والواجبات. الذي يريد أن يأخذ حقه. لا يريد أن يأخذ حقه. يعني كما يقولون المغربة. هكذا. لا أشطرة ولا أحزارة. فبالتالي. المسائل كلها التي تمر. سواء بين الذكور والنساء. داخل المؤسسات إلى غير ذلك. يجب أن تكون وقفة على هذه الجوانب للحقوق والواجبات. والتالي. مسألة الحقوق والواجبات. مسألة لا تطرح شيء. في نوع الانتقائية. قضية الحقوق تعطى أحيانا. في إطار الزبونية. والمحسوبية. وبعض المرات تكون حتى هي. رشوة عينية. لأن الرشوة ليس غير الفلوس. ما نسميها. الذي يتجاج الناس. يتجاجه. أعين لك. أعين لك. ما نقول الحقوق والواجبات. بدأنا على الكفاءات. وبالتالي تخص القدوة. القدوة التي يمكن أن يعطيها اليوم في المغرب. بكل صراحة. هم النخب. النخب إلا ما كانت قدوة. قبل ذكرت القضية المدرسة في التعليم العموي. لأنه إلا ما كانت نخب. كتعطي القدوة. رغم ما يمكن شيء نهائي. أن نردو هذه الثقة. لأن هذه القدية القدوة. كتخلق القدية الثقة. لأن من الذي نرى. لاحظة وغير في القدية السباحة. من الذي يدخل الأب أو الأم. أو البحر. أدري أن يتبع أماما. وإلا أن يتبع بابا. فبالتالي تخصناها. هذه القدية تكون. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني. لا يمكن شيء. أن نقول بأن المرأة ستتحرر. وخصنا كذلك النساء. يكونوا حتى همايا. عندهم واحد التكوين. واحد التمكين. الذي يجعلهم أن يساهموا. في قصر هذه الحلقة. لأن بعض المرأة حتى النساء. يعودوا ينتجوا هذه الحلقة. نعطي مثال بسيط. سوف نختم بهذه الفكرة. التربية الوالدية. يعني كيفاش المرأة والرجل يربي ولده. ما عندناش. الناس يتزوجه. وكل شيء يربي. ولكن لتخص الدار. هو يخص هذه القضية التربية الوالدية. يعرفوا الناس بأن أخطر مؤسسة. هي مؤسسة إعادة إنتاج المجتمع. وهي الأسرة. ولكن الأسرة. إن كانت مسؤولة على إعادة إنتاج المجتمع. فإنها ليست مسؤولة على إعادة النظام الاجتماعي. وبالتالي بحالك يقول الحديث النبوي الشريف. وتربهم لزمانين غير زمانكم. إذن هذه الدرارة يجب أن نربيهم. لكي يكونوا أتية. إذن لا يمكن أن يقول المغاربة. قلب الأبروة على أمها. تشبه البلدة لأمها. لا تشبه البلدة لأمها. لا تشبه البلدة لأمها. لا تشبه البلدة لأمها. أخرى. هي التي تحاول أن ترفع التحديات التي تتوجهها. شكرا لك سي عبد الفتاح الزين. أغلنا ننسى لي بكلمة سي محمد فكرات. درتي جوالات. يعني عام وانتم تشتغلوا كلجنة نموذج تنموي. في الأوفي قلت لي أنه فاجأ كصوت المرأة. كيف كان صوت المرأة باختلاف النساء؟ يعني المرة في القرية في الجبل في المدينة. كيف كان صوت المرأة وأنتم تنصيتون للنساء والرجال؟ شكرا. أولا نريد أن نحيي المرأة المغربية. رغم الإكرهات. رغم المشاكل التي نذكرها هنا وهناك. المرأة المغربية ذكية ومبتكرة. وفي هذا المجال تلاقينا مع نساء مغربيات. التي لم يكن لديهم الإمكانية أن يقوموا نصار دراسي أو جامعي. والطريقة ناضجة جدا وواعية. وكتشوف الأمور بشكل منطقي ويبهر. نريد أن نحييه من هذا الباب. وبالنسبة لي. أنا آمن به كشخص. أن المغربية للمرأة بصفة عامة. هي نصف الذاكي والصابر المجتمع. ما خلصنا نهملها. لديها المكانة لها. وعندها الإمكانية لتعامل مع المواقف التي هي معقدة جدا. ولهذا في اللجنة. حاولنا لنعمل على تعزيز القدرات. وتقوية استقلالية المرأة الاقتصادية. سنعمل عليها أكثر. وسنقويها. المرأة التي لا تسيزين. بعد من سيزين. بالنسبة لي ليس الأسرة التي سنرى. سنرى الأم. إذا كانت الأم مكونة. وعندها تفكير وعقلية. التي هي مضبوطة. ستبني لك مجتمع بعيد. ستبني لك الأم البسيطة. للماتنا وقراتنا. مثلا. لأمي لم أقرأت. ولكن الطريقة التي تعاملت معي. والطريقة التي أشربتني. جعلتني لكي أمشي بعيد. وكاللحظ حولي كريم بزاف. ستبني مع الرقمنا واليوتيوب والشبكات الاجتماعية. ستبني لكي نساء تبارك الله. تكون بعيدة. لم يكن لا في مدينة ولا قارية. ولكن عندها تفكير. وعندها واحد للروح. والبتكار. ويكون عندها الملايين. دي المشاهدين والمتابعين. هنا لكي تبني لكي لعب قارية دي المرأة. ولكن نحن نوضع الآليات. لكي المرأة يكون القدرات دي لها منامات. وتكون عندها استقلالية اقتصادية. وفي نفس الوقت سنحارب شيء آخر. وذكرنا في التقرير. يجب أن نحارب العقليات لغالطة. التقافية هي غالطة جدا. يعتبروا المرأة بشكل واحد. البعض. ليس جميع. ولكن نظن برها الحالة التي نلاحظها. لا في المجال القاروي. ولا في بيئة المجتمعية. لا يمكن أن تقرأ. تصل إلى مكان عالي. مثلا. مرأة كانت فقط تسميت عليها كتبع الغنم. ولت وزيرة. فدولة كبيرة. لماذا نضيع بحل هذه الطاقة؟ لدينا طاقة كثيرة جدا. التي يجب أن نفتخر بها. ونعاونها. ونعمم الآليات. لكي كل مرأة مرأة. كل بنت مغربية. توصل أعلى الإمكانية. والمغرب لا يمكن أن يستقيم إلا بنسائه ورجاله. شكرا لك سيم محمد. شباب ديالون. ونساء ورجال. المغرب الذي يريد أن نغده. شكرا لك سيم محمد. فكرات. عضو لجنة النموذج التنموي. شكرا لك أستاذ عبد الفتاح الزين. الأستاذ الباحث في علم السوسيولوجيا. شكرا لكم مشاهدين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.